أكدت الهيئة الوطنية للأعلام الجنوبي أهمية توجيه الخطاب العالمي نحو تسريط الضوء حول الاختلالات الاقتصادية التي تسببت في انهيار العملة وارتفاع الأسعار الاستهلاكية والغذائية ومحاربة الفساد واستعرضت الهيئة في اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الهيئة سالم العولقي استعرضت آخر المجتزدات السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية في الجنوب ودور الخطاب العالمي في التعاطي مع هذه المستجدات وأكدت الهيئة أهمية التفاعل مع مطالب المواطنين بضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية وإيجاد حلول سريعة وجادة تساهم في التخفيف عما يعانيها المواطن من أعباء فاقمة الحياة المعيشية للمواطنين